أغلقت وزارة العدل العراقية دائرة التسجيل العقاري في الجانب الأيسر لشهرين بعد اكتشاف تلاعب وتزوير في سندات العقارات المسألة ليست بجديدة فمنذ تحرير المدينة ومسلسل التلاعب والتزوير مستمر عشرات الأراضي بيعت بأثمان بخسة وغيرها تلاعب الفاسدون بسنداتها وكلها على حساب المدينة وأهلها وبعد أكثر من عامين فككت النزاهة أكبر شبكة للتلاعب والتزوير غالبيتهم كانوا من الموظفين في البلدية ودائرة التسجيل إذن هي أشبه بعملية غسيل أموال تتم عبر المتاجرة بهذه الأراضي الاستلاع عليها ضعف سلطة القانون أدى إلى هذه الفاحشة الكبيرة فيما يتعلق بملفة الأراضي تسريبات من مصادر موثوقة كشفت عن وصول التلاعب إلى درجات كبيرة حتى وصل الحال بالفاسدين إلى محاولة تزوير جنس عقار مركز صحي من أجل بيعه صدق أو لا تصدق مركز صحي كاد أن يكون في مهب الريح لو لا أنكتشف الأمر أصبحت السيدين الرئيسية معروضة للبيع لا نعلم من هذه الجهات فقط ويقال أنه هو هذا الحجي أمراك الصحية عرضت للبيع داخل محافظة نينوة اليوم مطالبنا أنه الكشف عن هؤلاء الفاسدين من يقف وراء هؤلاء الفاسدين والمتنفذين في محافظة نينوة لم يتوقف الأمر عند هذا الحد إنما وصل إلى قضية شارع في حي نرقال عوض النظام السابق أصحاب الأراضي التي امتد عليها الشارع لكن متنفذين اليوم يحاولون الاستحواذ عليه مجددا بحجة الملكية ومع إن انتشرت الأنباء حتى أطلق موصليون هاشتاغ الموصل للبيع في محاولة للنقد والسخرية من الوضع الحالي وبدأوا يعرضون على صفحاتهم الشخصية جسورا للبيع ومستشفيات ومدارس في محاولة لإيصال رسائل إلى الجهات المعنية من أجل تدارك الأمر إن كان قد تبقى ما يمكن إنقاذه أمس بيعت الموصل بالجملة كما يقال في سنة 2014 بيعت محافظة نينو ومدينة الموصل وباقي المحافظات بالجملة اليوم نشهد البيع بالمفرد البيع بين الأحزاب الفاسدة البيع بين المسؤولين الفاسدين اليوم تقاسم الكعكة كما يقال هذا أخذ المستوصف الفلاني وهذا أخذ الشارع الفلاني وهذا أخذ الحي الفلاني وأملاك الدولة اليوم هي ليست للدولة لأن الدولة ليست بيد الدولة قائم مقام الموصل قال أن مسألة الاستحواذ على الشارع غير صحيحة لكن سكان الحي يقولون غير ذلك وما بينما قيل فيصل الأيام كفيل بكشف الحقيقة بيعت الموصل جملة بأهلها وأرضها وناسها عام 2014 واليوم تباع بالمفرد كما يقول أبناؤها على وضع على فيه صوت السلاح على صوت القانون من ذات المدينة محمود الجماس قناة التغيير اشتركوا في القناة